السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ بسؤال حالات النهاردة سؤال حالات النهاردة أول حاجة أنتوا بتحبوا النبي ولا لا الأول ما عنديش شك أن كلهم بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم عندكم معلومات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبنائه عن زوجاته ها ما تردوا علي ما هو ده سؤال حالات النهاردة من هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناس من هم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم الذكور والإناس تعالوا حالات النهاردة في سبع أشياء طلبها سيدنا موسى من ربي دفعة واحدة السبع دول في كتاب الله عز وجل في سورة إيه بقى لا ده مش سؤال احنا قلنا خلاص سؤال أنا بفكر معاكم يعني إيه الحاجات التي طلبها سيدنا موسى من الله عز وجل ها سورة إيه سورة إيه سورة أيوة الله يفتع عليكم سورة طه قال الله عز وجل قال رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري ثم ذكر المولى عز وجل المقصد من هذه الطلبات فقال سبحانه سبحانه وتعالى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا طلبه موسى عونا على الذكر ولم يطلب عونا ضد فرعون ليه لأن ذكر الله عز وجل يحتاج إلى صحبة صالحة هو ده ذكر المولى عز وجل يحتاج منك لصحبة صالحة تعينك على الذكر أنا مصحف فلان يلا للمسجد نصلي يلا نروح نحضر جلسة قرآن مجلس قرآن يلا نروح نحضر مجلس لأحد العلماء حيث تقول له ذكر وطاعة وعبادة يحشر المرء مع من أحب والمرء على دين خليلة ولا تصحب إلا مؤمن كل ده دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم أنك ما صحبش للحد يعينك على طاعة الله عز وجل وإذا كنا بنتكلم عن الذكر سبحان الله فالذكر طمأنينة في القلب ألا بذكر الله تطمئنه كله وانشراحهم في الصدر ولا يزال وسنك رطبا بذكر الله كل ده أنت المستفيد منه في الأول وفي الآخر والغريب أن الأذكار نفسها ليها أجر عند الله عز وجل آه من قال سبحان الله وبحمد غرزة له نقلة في الجنة وكلمتان سكيلتان في الميزان حفيفة تاني على النسان حبيبتان اللي رحمة سبحان الله ورحمة سبحان الله العظيم لا حول ولا قوات إلا ولا مفتح من فتيح الجنة كل الذكر تؤجر عليه الذكر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحات الحديثة بموسى الأشعري مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت فأنت من من فيهم فالأشياء التي طلبها سيدنا موسى من الله عز وجل كما قلنا طلب منه سبعة أشياء دفعة واحدة لتعينه على ذكر الله عز وجل رب اشرح لي صدري واصل لي أمري واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اجدد بي أزي واشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له المسبحين بحمده أحبكم في الله وصلى الله على محمد وعلى الله وصحبه والسلام لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر